بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الرابعة في هذا المقرر هي وظيفة التخزين أولا مفهوم وأهمية وظيفة التخزين مفهوم وظيفة التخزين تعتبر وظيفة التخزين من مكملة لوظيفة الشراء في حالة ما إذا كانت تتعلق بالمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وغير ذلك من مستلزمات الإنتاج وما تتطلبه جهات الاستخدام الأخرى بخلاف إدارة الإنتاج للقيام بمهامها وعادة ما يتم التفرق بين ثلاثة أنواع من الأصناف المخزونة هي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع تحت الصنع والسلع تامة الصنع كذلك تنقسم المخازن إلى أنواع ويمكن استخدام أكثر من أساس للتفرق بين هذه الأنواع فمن ناحية نوع النشاط الخاص بالمنشأة يمكن تقسيم المخازن إلى تلك الخاصة بالمشروعات الصناعية ومخازن المشروعات التجارية ومخازن مشروعات الخدمات ويمكن أيضا تقسيم المخازن طبقا للفترة الزمنية التي تبقى فيها وفيما يلي عرض لمفهوم وأهمية وظيفة التخزين والأنشطة التي تتضمنها ثم شرح لكيفية التطبيق الإداري في مجال التخزين ثانيا أهمية وظيفة التخزين تلعب وظيفة التخزين دورا أساسيا في المواعمة بين توقيت المستلزمات المطلوبة للمشروع وتوقيت حاجة المشروع إليها وبالتالي يمكن النظر إلى وظيفة التخزين باعتبارها الوظيفة التي تعمل على الاحتفاظ بالمواد والمهمات والمستلزمات المختلفة منذ الوقت الذي يتم تدبيرها وتوفيرها فيه لدى المشروع والوقت الذي تطلب فيه هذه الأصناف من قبل جهات الاستخدام أو تطلب فيه هذه الأصناف من قبل جهات الاستخدام المختلفة وتبرز أهمية التخزين في النقاط التالية أولا تلبية احتياجات المنشأة من المستلزمات تعمل وظيفة التخزين على تلبية احتياجات المنشأة من المستلزمات حيث عادة ما تطلب هذه المستلزمات بشكل مستمر بينما لا يتم شراءها إلا في أوقات معينة على مدار السنة وبالتالي فإن التخزين يضمن تدفق مستمرا من المستلزمات بصرف النظر عن مواعيد تدبيرها ووصولها المشروع وفي هذا النطاق تلعب وظيفة التخزين أيضا دورا أساسيا في تأمين المشروع ضد تأخر وصول مستلزمات من الموردين لسبب أو لآخر وبالتالي تجنب المشروع الكثير من المشاكل الناتجة عن توقف العنشطة بأسباب راجعة للمستلزمات ثانيا مواجهة التغيرات الموسمية في إنتاج المستلزمات تساهم وظيفة التخزين في مواجهة التغيرات الموسمية في إنتاج المستلزمات فبالنسبة لأنواع معينة من المواد كالسلع الزراعية على سبيل المثال يتم إنتاجها في مواسم معينة بينما تحتاج إليها المشروعات المنتجة أو الصناعية أو المشروعات التجارية على مدار السنة وبالتالي يتم شراؤها في مواسمها والاحتفاظ بها للوفاء بالاحتياجات وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التخزين في هذه الحالة فإن وظيفة التخزين تجنب المشروع العديد من التكاليف الأخرى مثل تلك الناتجة عن توقف العمليات الإنتاجية بسبب عدم توافر الأصناف أو تلك التي تتحملها المنشأة كفرق السعر خلال المواسم وذلك عادة ما يكون مخفضا والسعر بعد انتهاء الموسم والذي عادة ما يكون مرتفعا وبالطبع فإنه يفترض أن تكلفة التخزين في هذه الحالة تقل عن التكاليف الناتجة على القيام به ثالثا التأثير في طبيعة وخصائص المواد قد يتم اللجوء إلى التخزين كوسيلة لإحداث تغيرات في خصائص مواصفات المواد نتيجة تخزينها في فترة معينة ومن الأمثل على ذلك تخزين الأخشاب والعطور وأنواع من الجبن رابعا الاستفادة من تغيرات الأسعار قد تلجأ المنشأة إلى الشراء بكميات تفوق احتياجاتها وذلك بغرض الاستفادة من التغيرات في الأسعار وعادة ما يكون الهدف من وراء ذلك هو تحقيق أرباح غير عادية من خلال المضاربة وفي هذه الحالة تشتري المنشأة المواد ليس بغرض الاستخدام لها وإنما نتيجة لتوقع ارتفاع أسعارها في المستقبل بحيث يمكن بيعها كما هي بالأسعار العالية وتحقيق أرباح عالية نتيجة الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وكما بدأ عام فإن هذه العملية تنطوي على مخاطرة عالية بسبب احتمال انقفاض الأسعار في المستقبل بدلا من ارتفاعها خامسا المحافظة على المواد والمستلزمات تبرز أهمية تخزين كذلك من زاوية دوره في المحافظة على المواد والمستلزمات وقد يكون مقصود من ذلك الحفاظ على تواجدها أي حمايتها من السرق أو الضياع أو الحريق أو غير ذلك من المخاطر ولكن عادة ما يقصد بذلك المحافظة على المواد والمستلزمات بحيث تكون في حالة صالحة لاستخدام وقت الحاجة إليها ترجمة نانسي قنقر